والآن ننتقل إلى زميلة عروب التي رصدت مواقع التواصل الاجتماعية المرتبطة بالقمة الثلاثية لتخبرنا على أبرز ما جاء في تويتر مرحبا عروب مرحبا كريستيان بالفعل كان هناك ترحيب عربي بالقمة المنعقدة في بغداد وإشادة بجهود الحكومة العراقية لإنشاء علاقات مع الدول العربية بعيدا عن احتكار إيران لعلاقات العراق الدبلوماسية كما كانت العادة انتشرت معظم هذه التغريدات على هاشتاغ القمة الثلاثية هاشتاغ قمة بغداد بالإضافة إلى هاشتاغ مشروع الشام الجديد الصحفي ربيع نادر اعتبر بأن موقع العراق كونه يضم قوميات ومذاهب مختلفة يساعده في صنع توازن في المنطقة وتحقيق الاستقرار الضروري لها معتبرا بأن عراقا قويا ومستقرا هو عراق مفيد للجميع وأن عراقا ضعيفا يضر ليس بالعراق فقط وإنما بالجميع واعتبر أيضا أن إلغاء العراق لن يفلح على حد تعبيره مغرد آخر اعتبر بأن العراق هو قلب العروبة وأن القاظمي بهذه القمة أعاد لبغداد الدور الريادي في الأمة العربية على حد تعبيره وفي تعليق على مراسم الاستقبال التي حظي فيها الرئيس المصري قال هذا المغرد أن الاستقبال كان باللباس العربي وباللحن العربي ما يعني أنها رسالة واضحة بأن العراق يمد يده للعرب من جديد وهناك أيضا مغرد آخر يبدو متشائم من هذه القمة اعتبر بأنها لن تثمر شيء طالما إيران هي التي تسيطر على كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها على حد تعبيره وتغريدة أخيرة قالت بما معناها أن العراق لم ينقطع عن جذوره العربية قط وكان دائما حاضرا مع كافة الدول العربية عبر السنين الماضية نعود إليك كريستيان شكرا لك عروب شكرا لك شكرا لك